اشتركوا في القناة فعشان هي كيف تركزوا معي مزبوط فيها القمر هو كان في منزلة الشوالة الساعة ثلاثة وتسعة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش بنتقل لمنزلة النعائم من الآن اللي هو موعد بث الحلقة طبعا ثلاثة وتسعة وأربعين يعني الساعة ستة وتسعة وأربعين دقيقة بتوقيت الأردن يعني ضايل تقريبا بحدود الساعتين وبنتقل القمر لمنزلة النعائم وهي الإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق رح يمكث فيها حتى تمام الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة ظهرا من ظهر يوم الاثنين بعدين بده ينتقل طبعا بالتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن يعني الساعة أربعة وسبعة وثلاثين دقيقة عصرا بعدين بده ينتقل القمر لمنزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر اليوم موجود في برج القوس وبما أنه موجود في برج القوس معناته رح نأخذ من صفات برج القوس بتأثر علينا على جميع الأبراج فمنشعر اليوم بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا اليوم فلسزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس ومعنى تربيع يعني نصف البدر بصير القمر وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة مساء وهذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين طبعا الزوايا كلها بتأثر على جميع الأبراج وبما أنه هاي زوايا انذكرت معناته طيلة اليوم بتأثر على الجميع أما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتن وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء ابتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في علم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا القمر بما أنه موجود بالقوس معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء أربعة عشر تسعة بيبدأ في تمام الساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11 وثلاثة وثلاثين دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر هو المربع سبع أيام في تمام الساعة عشر وخمس دقائق صباحا بصير ثمان أيام نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحسه بنسبة خمسين في المية القمر في القوس حتى يوم أربعة عشر تسعة سعيد بنسبة عشرين في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبع وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في القمر في العقرب حتى يوم سبعة عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمسة عشر تسعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وطبعا ذكرنا قبل أيام أنه تأثيرات المريخ دائما قبل بخمس أيام من الانتقال يعني من يوم عشر الشهر وأنا بنبه أنه مجرد ما أنه المريخ بدأ بعملية الانتقال قبل بخمس أيام من موعد انتقاله لهو خمسة عشر تسعة يعني من يوم عشر تسعة بتبدأ التأثيرات السلبية للمريخ يعني الحدية والعنف الأمور اللي إلها علاقة بالنيران الإصابات اللي إلها علاقة بالعضلات الأمور اللي إلها علاقة بالحدية بالتعامل والتهديدات هيك نبرة التهديد العالمي أو السياسي أو الاغتيالات أو الحروب أو العنف إجمالا بتكثر بهاي الفترة المشتري في الدلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو في الجذب يتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر الان استقر في البيت التاسع فاليوم بصير فيه نوع من انواع النشاط العالي جدا عن موليد برج الحمل فاغلب نشاطاتهم بتكون في مجال الدراسة خصوصا الجامعية لا طلاب الجامعة اللي عندهم امتحانات او عندهم مقابلات او دراسة تخصص او تغيير تخصص فبتركز على هاي الامور الاشخاص اللي عندهم سفر او رغبة بالسفر خصوصا السفر البعيد او التنقلات البعيدة برضو اليوم بتتعزز عندهم الاتصالات لاسيما مع اشخاص خارج البلاد او قدوم اشخاص من خارج البلاد برضو بتتركز على هاي الامور والحوار مع اجانب او امور الها علاقة بالتسويق بالاسترات والتصدير كلها بتكون ناجحة هاي اللي احنا ذكرناها حتى اللي عندهم اوراق بتتعلق بالهجرة برضو ممتازة جدا واللي عندهم قضايا قضائية اليوم اذا في جلس اليوم الهم برضو بيصير مسارها لالهم اكثر لموليد برج الحمل وبرضو بيشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احباءهم معهم بيستعيدوا حماستهم وبينطلقوا بتنفيذ خطة او فكرة جديدة ممكن اليوم يطلقوا اشارة او خبر وبتكون الفترة هاي الدينماكية جدا يعني فيها نوع من انواع الحركة والسرعة في الاحداث وبتشكل اليوم بالنسبة لهم محطة انطلاقة بورشة جديدة او عمل جديد او فكرة جديدة برج الثور القمر اتحرك من البيت السابع اللي كان مقابلهم تماما واتعبهم خلال الفترة الماضية اليوم اتحرك للبيت الثامن يعني شوي خفف من الضغوطات عليهم اليوم بتركزوا على الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة يعني رح يكون الامور الها علاقة بالفوتير الها علاقة بالتأمين الها علاقة بضريبة قروض بنكية سداد بعض الاموال استرداد بعض الحقوق لالكم يعني كلها بتتركز على هاي الامور وبرضو اليوم في فرص يعني بتكون متاحة لمكسب مالي ولكن في هاي الفترة موليد برج الثور بتزيد النفقات عندهم فعشان هيك بدهم يديروا بالهم من مصاريفهم حاولوا انكوا تحسنوا من ادائكم حاولوا انكوا تفاوضوا بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول ايجاد حل وسط حاذر من المواقف المتصلبة حاول انك ما تكون قاسي بتعاملك مع الغير او مع احبائك واهم اشي انك حاول انك ما تهمل واجباتك برج الجوزاء طبعا القمر مقابلك تماما يعني موجود في برج القوس يعني الطاقة عندك اليوم ضعيفة رغم انه فيه ايجابيات اليوم هذا مناسب لتعزيز شراكاتكم التعامل مع ازواجكم مصالحات عمل شراكة جديدة عملي جديد التعامل مع شركاء العمل بشكل جيد هاي الايجابيات وتعزيز الامور العاطفية ولكن بتكون تتجنبوا الغضب لانه طاقتكم ضعيفة بتكون تتجنبوا الغضب والانفعال وما تخلي اي احد انه يستفزك حاولت تتجنب الخلافات نهائيا اليوم وتمسك اعصابك قدر الامكان حاول انك تحمي سمعتك من اي تشويه يعني بنصحك انه اليوم انه ممكن هيك اذا حطيت في موقف امتحان او موقع امتحان يعني بدك تكون جاهز ومستعد لانه ممكن اليوم تحصل على جائزة او على مكسب ما كنت تتوقعه اهم ايش انك اليوم تتحامل على نفسك وتضبط اعصابك برج السرطان القمر في البيت السادس وبما انه في البيت السادس يعني بتعلق في امرين العمل وما يتعلق فيه وبرضو بتعلق بامور الها علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم بتكو تنجزوا كل الاعمال المطلوبة منكم والاعمال المتراكمة ولكن دون ما تبالغ في ارهاق نفسك يعني ما تحمل حالك حمل اكبر وما تجهد حالك بشكل كبير يعني الاعمال الضرورية والمهمة بتكو تنتبهوا برضو لغذائكم وراحتكم حاول انك تكون واضح في اولوياتك ما تخلي اي احد او اي شخص يثيرك او يثير انفعالاتك او يثير غضبك اهم اشي تنتبه لصحتك بشكل جيد اللي بعاني من امراض مزمنة اذا شعر بشيء غير طبيعي يراجع طبيبه حاول انك تنظموا وقتكم بشكل جيد التزاماتكم يعني الامور اللي الها علاقة بالوجبات والمسؤوليات اهم اشي انك اليوم تحترم المواعيد وعلاقاتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل برج الاسد طبعا القمر صار موجود في البيت الخامس عندكم فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم كل الامور بتتركز على امور الها علاقة بالعواطف بالابناء بالهوايات بالرغبات بكل بترفيه اهم اهم اشي انه اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا عاطفيا برضو راح تشعر اليوم انه المعنويات عندك ارتفع الدرجة اهم اشي انك تكون اكثر مرونة عشان تحقق انجازات اليوم او ممكن انك تحقق انجازات مهمة اذا ركزت بشكل جيد وباكرت لعملك ولحركتك لمسئولياتك بتنتعش العواطف عندك من جديد وبتشعر انه الروابط زادت متانتها وثقتها فعشان هيك اهم اشي انك تركز بشكل جيد على الاشياء المطلوبة منك اذا صار فيه سوء تفاهم او خلاف ما بينك وبين احد الاحبة ضبط الاعصاب مطلوب اكثر برج العذرة بوسعكم اليوم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم اهم اشي اليوم الامور العائلية بما انه القمر موجود في البيت الرابع معناته الامور العائلية امور المسكن امور العقارات امور مشتريات بيتية واجبات بيتية تنظيف ترتيب ديكور جديد كلها بتتركز على هاي الامور ممكن اليوم تجدوا تعاون من افراد العائلة في مسائل معينة ممكن يكون عندكم مناسبة معينة اليوم ويكون فيها نتائج ممتازة ولكن المشكلة انه اليوم بما انه القمر بشكل زاوية تربيع مع برجك وهو اساسا بشكل زاوية تربيع مع الشمس فها ممكن تكثر شوي الضغوط والمتاعب خصوصا اللي لها علاقة بالشأن الشخصي او العائلي فهاي فترة متوترة بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية حاول تبعد عن الوساوس قدر الامكان لانه ممكن اتعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من انواع الارباك اهم اشي انه كثير من الاشخاص عندهم احداث او مناسبات بتكون لها علاقة بالعائلة برج الميزان طبعا بتنشطوا اليوم بالتنقلات والاتصالات والسفر القصير بشكل كبير اليوم عندكم حركة عندكم نشاط عندكم طاقة عالية جدا حابين اليوم تفرغوها فهذا يوم مناسب للامور اللي ذكرناها اللي هي نزهة سفر تنقل اتصال اجهزة الكترونية اجهزة اتصالات امور لها علاقة بسيارات برضو رح تتموا في هاي الامور وبرضو هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان اللي عندهم امتحانات اليوم رح تكون لمصلحتكم في منك بعض الاشخاص رح يعززوا العلاقة مع اخ اوجار او يصير تعامل ما بينكم وبينهم اليوم بناسبك تكثيف التحركات على اي اتجاه ممكن اتعبر عن اراءك بحرية وجراءة تامة انت عندك سرعة بديهة عالية جدا عشان هيك ممكن سرعة بديهتك هاي تنقضك من المواقف المحرجة هاي فترة ايجابية بنصحك انك تستغلها بشكل جيد برج العقرب القمر الان صار في بيت المال فعشان هيك اليوم بيعطيك فرص لمكاسب مالية الا اغلب من هاي المكاسب طبعا عند بعض الاشخاص بتيجي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد اموال لالو ممكن انه يحصل بعض المكاسب او يعمل تسويات لفوتير دفعات او يكون فيه نقاشات في الامور المالية اهم اشي انه اليوم تكونوا حذرين من النفقات ام تنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن يتخطط لمرحلة جديدة او تحدد من خلالها اولوياتك وميزانيتك المالية ممكن تتلقى هدية او ممكن تقدم على استثمار معين برضو فيه نوع من انواع المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ هاي مصاريف بتيجي يا اما منزلية يا مصاريف طارئة بتيجي لها علاقة بصحتك او صحة احد الاحباء برج القوس ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بشكل كبير اليوم لان القمر خلص صار موجود عندكم وبد يلقي بظلال نوره على جميع موليد برج القوس فعشان هيك اليوم تشعروا بالنشاط اكثر بتشعر انه مزاجك يتعدل عن الايام الماضية شوي بلشت الخلافات والمشاكل تختفي بصير عندك تركيز اكثر لحل بعض الامور اللي كانت صعب انها تنحل في الايام الماضية اهم ايش ان كل يوم تبادروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الاجتماعية ممكن اطالعك هاي الفترة على خبر وبكون هاد بمثابة اشارة لانطلاق جديد بالنسبة للك خبر كنت انتظره او بجيك رد على شيء معين او ممكن انت بتبادر بشيء وبتسمع خبر موافقة على شيء معين هاي فترة ناشطة وحماسية ممكن تتلقى من خلالها جواب او تنطلق بمشروع ما برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي بدهم ينتبهوا لغاية بكرة يعني اليوم الغد والسبب ان القمر الان موجود في بيت المتاعب في القوس وهو دورة هاي كل فترة بتلف بلف القمر اللي يمر على برج القوس وكل ما وصل لبرج القوس بتزيد المتاعب عند موليد برج الجديد ليش؟ لانه هذا بيت متاعبهم طبعا هو لغاية الغد وبعدين بده يوصل عندك بتصير الاجواء ايجابية ولكن اليوم بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك ما تبالغ في انجاز ما لديك من عمل متراكم حاول انك تستريح وحاول انك ما تعرض نفسك للمسئوليات الكبيرة والصعبة لانها اي فترة فارغة من الحضود خفف من وطيرة عملك وما تحسم امر اهم اشي انك ما تنجرف ورا الافكار السوداء والهواجس وثاني اشي مش اي شخص بيقطع علك وعد اليوم رح يوفي فيه بمعنى اخر سهل جدا انه تكون ما اعتمد على شيء معين واليوم يعني يصير فيه نوع من انواع الخلل او انه ما يتم برج الدلو طبعا اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم بشكل جيد اليوم ممكن تحقق امني بمساعد الصديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة او يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة مثلا او لقاء اهم اشي انك ما تبقى وحيد اليوم حاول انك تسارع للمشاركة باي مناسبة انت بحاجة للنصيحة قدر الامكان بانتظارك لقاء او موعد الفترة هاي ناجحة ومميزة اهم اشي انك ما تهمل واجباتك وبدك تكون منظم وبدك تكون دقيق الفترة ممتازة جدا فيها ايجابيات ولكن انا بدي انصحك نصيحة حاولوا انكم اليوم تنجزوا كل الاعمال المهمة المطلوبة منكم قبل اليوم الغد لانه بالغد رح يوصل القمر ويصير موجود في الجدي يعني بيت متاعبكم فيه كثير من الامور رح تتعركس او تتعطل او تتأجل فاليوم بايدك انك انت تنجز كل الاعمال المهمة والضرورية عشان تريح حالك في الايام القادمة برج الحود طبعا القمر الان موجود في بيت السمعة بما انه موجود ببيت السمعة وهذا بيت السمعة الو علاقة بالشهرة الو علاقة بالترقيات والو علاقة بالمشاكل والو علاقة بالسجون والو علاقة بالقضايا الو علاقة بكل الامور ان كان ايجابية او سلبية فعشان هيك هو يعتبر بيت مقسوم من النص يا إما بعطيه كامل الإيجابية يا بعطيه كامل السلبية فعشان هيك أنت بدك تكون حذر عشان أنت تكسب إيجابياته فهذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو مثلا بحاجة لواسطة معينة وعندهم معارف ممكن يستغلوهم اللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم في مكان العمل وممكن يحققوا إنجاز إذا داوموا باكر خلوا علاقاتهم جيدة مع مسؤولينهم رح يسبب لك شهرة هذا الشيء ممكن تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتغار على مصالحك بشكل أكثر وممكن زي ما حكينا تعتبر هاي الفترة يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر تأثير القمر عادة في هذا البيت بيكون ثقيل على الأعصاب والمعنويات أهم شيء أنك ما تتذمر على مسامع أحد عندك تصبر في نفس اللحظة ما تخالف القوانين ما تجازف بسمعتك نهائيا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء